ظاهرة رش الأسيد على الناس تتكرر في العاصمة البريطانية إذ أكدت الشرطة التحقيق في خمسة اعتداءات متفرقة في شرق وشمال لندن لصرقة ممتلكات الضحايا جبيد حسين تعرض للأسيد الحارق خلال انتظاره إشارة المرور ولولا خودته لكانت إصابته بلغة وقد تلقى المساعدة كما يظهر هذا الفيديو بسكب الماء البارد على وجهه وألقت الشرطة القبضة على شخصين للاشتباه في تورطهما في عمليات السطوي والإضرار البدني علينا جميعا أن نتساءل ونجادل لماذا مثلا أحد أبنائنا يريد اقتناء أسيد حارق كما لو كان يريد أخذ سكين معه خارج البيت هؤلاء بين 1800 شخص تعرضوا لاعتداء بحمض الأسيد منذ 2010 وشهدت السنة الماضية تضاعف هذه الهجمات مقارنة ب2015 تعالت على إثرها أصوات المطالبة بإلحاق عقوبة سجن أطول بمرتكب هذا النوع من الجرائم ومراجعة شراء المواد الحمضية الحارقة الأسيد المتوفرة في المتاجر دون مراقبة يجب أن تخطع هذه المواد إلى قواعد صارمة وإذا محتجنا في بيوتنا فعلينا استخدام محترفين حتى لا تقع في أياد غير آمنة إنه لأمر مقلق للغاية لكن الشرطة تبدو مسيطرة على الوضع فهذه اعتداءات عشوائية ولا ندر أين ستقع وتسود حالة من الضعر في أوساط المسلمين والأسيويين بشرق العاصمة مع تكرار الهجمات الحمضية ضدهم لدوافع عنصرية أو لسرقتهم ويجري تشاور بين الشرطة ووزارة الداخلية لكبح ظاهرة الهجوم بالمواد الحارقة التي يعيش معظم ضحاياها بتشوهات تغير حياتهم للأبد مصطفى زارو العربية لندن